الطلب الأعزاء في مساق نظر المعلومات المحاسب الحكمي مرحبا بكم بمحاضرتنا لهذا اليوم سأنتحدث عن أهداف وزنة البرامدو إذا بالإضافة إلى مطلبات التطبيق بداية في عندي مجموعة من الأهداف تمثل فيما يلي أولا توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتخطيط البرامج قصيرة الأجر والمتعلقة بالأعمال السنوية بما يتلاءم مع خطة التنمية بالإضافة توفير المعايير اللازمة للرقابة وتقييم الأداء سواء كانت المعايير مالية أم عينية كمية وأن تكون المعلومات المجمعة صالحة لأغراض تشغيل اقتصادي إذن هاي فيما يتعلق في أهداف وزنة البرامج الأداء الغاية منها هي توفير بيانات ومعلومات معدادها تساعد في عمية التخطيط قصير الأجر دائما الدول تقوم بالتخطيط إما بداية تسخدم نوع من التخطيط قصير الأجر وطويل الأجر الغاية من ذلك حتى تقوم بعمية التخطيط وعملية تحديد أوجه الإنفاق وتحديد آريات تمويل الإنفاق في المستقبل لكن في وزنة البرامج وأداء هي بتركز على مجموعة من البرامج الرئيسية اللي بتمثل كل قطاع حكومي فعلى سبيل المثال سمتحدثنا في المحاضرة الماضية عن بعض الدوائر أو بعض الوزرات مع سبيل المثال وزارة التربية والتعليم أو على سبيل المثال مثل نحكي عن وزارة التعليم العالي إلى آخرهم من الوزرات الموجودة عندي إذن بتلاقي عندي عنوين رئيسية الغاية منها تعزيز البرامج الرئيسية في كل وزارة أو في كل دائرة حكومية وبينقسم عنها بعد ذلك مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالأداء كيف قياسها بشكل تفصيلي فالغاية من عملية أهداف الموزنة حكينا لبرامج الأداء هي أن تكون المعلومات المجمعة صالحة لأغراض التشغيل الاقتصادي هاي بعض الأمور الرئيسية المتعلقة بأهداف موازنة البرامج ولداء طيب حتى أقوم بعملية إعداد الموازنة عندي مطالبات التطبيق اللي بتساعدني بشكل أساسي في عملية إعداد الموازنة البرامج ولداء أولا يجب أن أحدد أهداف البرامج وترتيبها ضمن سلم أوليات محدد إذا لم يجي بنحكي بشكل أساسي دائما الدولة بتنظر بشكل رئيسي بنحكي بشكل عام في الموازنة الاعتمادات والبنود بتحكي بشكل أساسي أن الدولة بتعتمد في عملية تغذية النفقات الجارية بعد ذلك النفقات الرئيسة المالية النفقات الجارية هي نفقات ضرورية مترتبة كرواتب بالإضافة نفقات أخرى على سبيل مثال نفقات خدمة الده العام والآخرين إذن لم يجي بنحكي في موازنة البرامج لداء فميجي على سبيل مثال وزارة معينة بتلاقي عندها مجموعة من البرامج الرئيسية الغاية منها حتى تكون مرتبة ضمن أولويات رئيسية فعلى سبيل مثال في وزارة التربية والتعليم بتلاقي عندها مجموعة من البرامج الرئيسية بتلاقي في وزارة العدل عندي مجموعة البرامج الرئيسية إلى آخرهم الغاية من ذلك لحتى يكون في عندي أولويات في عمليات البرامج حتى أقوم بتخصيص المبالغ عليها بشكل مناسب ما بدي أقوم بعملية تخصيص مبلغ معين إلا برنامج ما راي يخدم الدائرة أو الوزارة أو يخدم المجتمع بشكل عام كمان عند النقطة الثانية تحديد الخدمات والنشاطات التي تؤديها الجهات التنفيذية ودائما بشكل رئيسي لما تحدثنا في المحاضرة السابقة بعض الأمور المتعلقة في موازنة البرامج والأهداف والخدمات المقدمة والأشخاص الذين يقدموها بشكل أساسي فعلى سبيل المثال لو انتقلنا لأحد الوزارات من خلال الموقع الإلكتروني دائرة الموازنة العامة ونشوف بعض الوزارات المتعلقة اللي بتساعدني في عملية تبسيط شرح مطلبات التطبيق فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء فعلى سبيل المثال إذا متحدث عن وزارة الأشغال العامة والإسكان راح نلاح أضع عندي في عندي بعض البرامج الرئيسية رقم البرنامج الوصف البرنامج والنفقات الجارية لهذا البرنامج والنفقات الرئيس مالية وإجبال النافقات فرح نلاقي عندي تقريبا عندي أربع برامج رئيسية متعلقة في وزارة الأشغال العامة والإسكان بداية عند البرنامج الرئيسي وهو الإدارة والخدمات المساندة عند البرنامج الثاني وهو صيان الطرق البرنامج الثالثي إنشاء الطرق والبرنامج الرابح هو الأبنية ومحدد لي على سبيل المثال كيف يمكن أن يكون مندي نفقات جارية ونفقات رئيس مالية لكل برنامج هاي البرامج لكن إذا نيجي بشكل تفصيلي كمان رح نيجي عندي المخصصات المقدرة كمان موزعة حسب الإناث للسنوات من 2018 إلى 2020 والمخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج وبالإضافة لنيجي على سبيل المثال كل برنامج عندي بشكل أساسي وإذا ملاحظ عندي برنامج الإدارة والخدمات المساندة المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والإسكان رح نلاقي عندي هدف البرنامج القيام من هدف البرنامج إذا ملاحظ هو القيام بالوظائف الإدارية والتلك المتعلقة بالموازنة والمالية والشؤون الموظفين والموارد البشرية والتدريب في الوزارة إذا ملاحظ عنه بشكل تلك الهدف الستراتيجي للمرتبط البرنامج هو تعزيز الأداء المؤسسي من المدريات المرتبط البرنامج إذا ملاحظ عندي داخل وزارة الأشغال العامة والإسكان عندي مدرية الشؤون المالية الشؤون الإدارية مدرية تطوير أداء المؤسسي ومدرية المشاغل الكوادر العاملة في كل برنامج لهذا البرنامج إذن الله هذا عندي تقريبا 3671 موظف مقسمين أنت 3992 ذكور 379 إناء أهلية قياس هذا البرنامج زيادة نسبة الموظفين حمل شهاد دبلوم أو درجات أعلى وكما نسبة تقليل المعدل السنوي لتسرب الوظيفين إذن هاي نقطة أساسية كمان في عندي مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع رح نلاقي أنه في عندي خدمات نفقات جارية هي خدمات إدارية والمساندة وعندي نفقات رئيسي دعم مشاريع مجلس البناء الوطني وبعضينا الأرقام بشكل تفصيلي إذا مننتقل للبرنامج الثاني بشكل سريع رح نلاقي أنه عندي هو برنامج سيانة الطرق الغاية هدف من البرنامج هو إجراء سيانة دورية ووقائية للطرق وترميمها بهدف تحسين شبكة الطرق القائمة في المملكة كما نلاحظ عندي هدف استراتيجي إدامة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والقروية في جميع الحال المملكة ذات مردود اقتصاد وتموي والمدريات المعنية بذلك داخل وزارة الأشغال العامة والإسكان رح نلاقي عندي مدري التخطيل والدراسات مدريت السلام المررية ومدريت الصيانة والخدمات القدم برنامج طرح العطاءات فيما يتعلق في إدامة الطرق 100 أشخاص المكلفين في تنفيذ هذا البرنامج عندي العدل بشكل 391 موظف 200 ذكور 190 إنا والقالية كيف ينقيسوا هذا البرنامج بحكة عن مواشرات الأداء نيقى كالتالي عند زيادة أطوال الطرق المرممة سنويا بيقيسوها بالمسافة بالكيلومتال والتقليل نسبة الطرق التي لا تتفق مع المعايير الفنية الجديدة الغاية من ذلك استبدالها وتحسينها حتى تكون ضمن الطرق ذات المعايير العالمية والمبالغة إيش تم تخصيصها إلها فعلى سبيل المثال مشروع إداءة وبرنامج سيانة الطرق مشروع سيانة الطرق والرئيسية والنافذ والجسور في إقليم الشمال ومعطيني إيداش الفعلي هاي المبالغ بعطيني إجمالي التكاليف المتعلقة فيها وإيداش راح تكلف الخزينة العامة هذا البرنامج الثاني البرنامج الثالث إلى آخرية فحنلاقي عندي دائما بشكل أتاسي في دائرة الموازنة العامة راح نلاقي تفصيل لكل دائرة وكل وزارة حكومية موجودة عندي في الدولة ومعندي كمان لكل وزارة البرامج المتعلقة بها وأليت قياس هذه البرامج من خلال مؤشرات الأداء هذا بشكل بسيط نحك عن موازنة البرامج والأداء إذن هاي بعض الأمور المتعلقة بها كمان اختيار وحدة ملاءة من قياس الأداء إذن لاحظنا قبل قليل في وزارة الأشغال العامة والإسكان إنه على سبيل المثال في قياس أو ترميم الطرق على سبيل المثال استخدموا الكيلومتر وحتسبوا التكلفة إلها إذن بداية على سبيل المثال المقياس المناسب لحتى قيس كل مقياس من البرامج من خلال التطرق إلى مقيس الأداء بشكل فعلي تمان عندي نقطة مهمة أن عندي موازنة برامج الأداء لكن النقطة الرئيسية إذا ما كان عندي نظام متابعة وعندي نظام مراقبة بشكل فعال ما راح أستفيد من الخطط البقوم بوضحة إذا لجب يكون عندي داخل الدولة أو داخل المؤسسة عندي نظام رقابة فعال حتى يساعدني في عملية تحقيق الأهداف الموضوعة وتحقيق البرامج الرئيسية المتعلقة في الوزارة إذا موجود نظام المتابعة يساعد على معرفة ما تم إنجازه ومقارنته بما هو مخطط لتحقيقه خلال السنة المالية كمان ضرورة أن ينفذ البرنامج في الوقت المناسب وبالكفاءة والفعالية الملائمة هاي فيما يتعلق مطلبات التطبيق طيب ألية إعداد موازنة البرامج والأداء راح نلاقي عندي مراحل إعداد موازنة البرامج والأداء إن إعداد موازنة البرامج والأداء يتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية فبيجي أقول لك التالي تقسيم الأعمال الحكومية إلى مجموعة من البرامج وتقسيم البرامج إلى مجموعة من الأنشطة وأن يحدد لكل برنامج الأهداف الرئيسية بالنسبة له ولكم نشاط الأهداف البعية بحيث لا تتعرض هذه الأهداف مع الأهداف الرئيسة وتطلب هذا تعاون وزارة المالية مع مختلف الإدارات الحكومية للتحديد الأهداف وتحديد البرامج والأنشطة في ذو هذه الأهداف هذه تحدثنا قبل قليل لاحقنا أنه عندي برنامج ومنقسم إلى مجموعة من الأنشطة الرئيسية الأخرى وكان عندي يعاد النظر في الهيكل التنظيمي للإدارة الحكومية بما يتناسب مع حسن الأداء في تنفيذ البرامج والأنشطة إذن عملية أنه إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الداخل مؤسسات الحكومية بيساعد أحيانا في تدفق المعلومات وعملية التنفيذ بشكل سريع فعلى سبيل المثال كان في السابق عندي الأنظمة كانت جدا معقدة أو على سبيل المثال بحاجة إلى تسلسل زمني أو تسلسل وظيف حتى تصل على خدمة معينة لكن الآن مع تطور التكنولوجيا والتغير هيكلة تنظيمية أصبحت الدول تقوم بتقديم خدماتها بشكل أسرع من خلال إزالة العوائق من خلال تبسيط الهيكل التنظيمي وفصل السلطات بشكل رئيسي كمان إحداد معايير الأداء اللازم للرقابة وتقييم الأداء سواء كانت في صورة معايير مالية أم عينية كمية بالإضافة محاولة تعديل النظام المحاسبي الحكومي بما يتفق مع تحقيق الأغراض البرجوة من موازمة البرامج وأداء وتوفير نظام تقارير على أساس المسؤوليات ليساعد في قياس مدى ما تم تنفيذه من البرامج مقارنة بالخطط الموضوعة والمحددة المقدمة دائما حكينا بشكل أساسي بقوم بعملية مقارنة دائما في نهاية كل فترة بمقارنة المخطط ما تم تحقيقه فعليا حتى أرى أنه في عندي الحرافات إذا في عندي أحيانا مع عملية الإنجاز لم تكن ضمن الخطة الموضوعة أحيانا بصر عندي مسائلة وهذه نقطة رئيسية حتى يجب إعادة النظر في الهيئة التنظيمية حتى تكون في عندي جانب من المسائلة المسائلة جدا ضرورية ومنحكي مسبوعة محاسبة المسؤولية في حال على سبيل مثال تأخر في تنفيذ عطاء معين يكون عندي الشخص هو المسؤول أمام هذا تنفيذ هذا العطاء لكن كانت في السابق هي العملية هي مركزية وعلى أحيانا المركزية تأخذ فترة طوية جدا في عملية تسلسل القرارات وتنفيذها طيب هيا حكينا ببعض النقاط الرئيسية لكن في عندي كمان مزايا وعيوب موازنة البرامج ولداء طبعا يعتبر هذا الأسلوب كغير من الأسليب له عدة مزايا وعيوب ومنهم مزاياه ما إلي يساعد أو تساعد توزيع الإمكانيات المالية المتوفرة للدولة بشكل أفضل من الموازنة التقليدية فهي تقدم بيانات تفصيلية للجهات المختصة بتوزيع الاعتمادات ما بين الوزارات والمصالح والمشاريع المرات تنفيذها إذا لاحظنا قبل قليل لما تحدثنا بشكل أساسي عن وزارة الأشغال العامة والإسكان لقينا بنقطة رئيسية أنه في عمدي برامج الغاية من ذلك ليش؟ الغاية إذا منلاحظ أنه في كل وزارة رح تلاقي أنه عندي برامج رئيسية لحتى تصير عملية متابعة لهاي البرامج الرئيسية لكن الموازنة التقليدية هي بتقوم بعملية تخصيص مبالغ للوزارات وعمليات تخصيص على سبيل مثال نفقات جاري ونفقات رئيس مالية فقط وبالتالي عملية تنفيذ أو عملية المتابعة أو عملية الرقابة أو عملية المقارنة كعناصر رئيسية رح تكون عملية جدا صعبة وبالتالي لا تخدم في تحقيق الغاية من الانفاق بشكل رئيسي كمان تساعد في تحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع للأجهزة الحكومية الوزارات والمصالح كما أنها تسهل عملية الرقابة على التنفيذ نظرا لوجود معايير الأداء زي ما لاحظنا قبل قليل في وزارة الأشغال العام والاسكان عندي برنامج وكل برنامج له نفقات محددة وإلي كمان عندي في نقطة رئيسية عندي معايير الأداء لقياس هذا البرنامج في حالة أنه صار في عندي انحراف بصير عملية متابعة وبصير عملية مسائلة ليس صار في عندي انحراف في هذا البرنامج أو عسي المثال في بعض معايير الأداء كمان توفر للمواطنين المعلومات كافية عن الخدمات التي تقدمها الحكومة فهي تتضمن وصفا للبرنامج أو البرامج والمشاريع الحكومية التي ستقوم بتنفيذها الدولة ومختلف تكاليفها والأهداف المرجومة من تنفيذها لهذا ما قبل قليل بشكل أساسي أنه كل في عندي كل برنامج إذا المواطنة تطلع على دارة الموازن العامة وتطلع على الموازنة على موازنة البرامج ودارة لكل وزارة أو لكل جهة حكومية يعرفون عسي المثال شو الأوليات داخل الوزارة شو الواجبات التي تقوم فيها هذه الوزارة والتكاليف المرتبطة بالنفقات أو النفقات المرتبطة في الوزارات حتى تقوم بتنفيذ بعض البرامج الرئيسية المتعلقة بها إذا مخال من خلال موازنة البرامج وإذا بعطيني عملية إفصاح بشكل أفضل وعملية رقابة وبيختم إيش أهداف اللي تم وضعها في خطط وفي خطط عسبي المثال حكينا نحكب نحكي عن موازنة البرامج ولا ذا إمكانية كمان استخدام بياناتها لخدمة الخطط الطويلة الأجل إذا ملاحظوا أنه فيه نقدر نحط خططها بشكل طويب ومن خلال موازنة البرامج وأداء البيانات اللي بقدر حصل عليها بتساعدني في التخطيط الطويلة الأجل هاي فيما يتعلق في بعض المزايا المتعلقة في موازنة البرامج وأداء لكن فيها بعض السلبيات أو بعض العيوب يسموها فتضمن ما يلي صعوبة تحديد وحدات الأداء المخردات التي تقاس بها الإنجازات لكل وزارة ومصلة حكومية وهناك بعض النشاطات والأعمال الحكومية لتصب تحديد معيير لقياس أدائها أحيانا اللي بصير عندي نيجي بشكل أساسي حكينا في وزارة الأشغال العام والإسكان عسى مثال إدامة الطرق سيانة الطرق الرئيسية والفرعية والقروية حكينا بشكل أساسي المقياس اللي بتقوس فيه على سبيل المثال هو المسافة المقطوعة نتيجة ترميم المسافات عسى مثال 100 كيلو 200 كيلو 500 كيلو وهكذا إذن في عندي قياس لكن أحيانا لما أقدم خدمة عملية تقديم الخدمة عملية قياسة بيكون صعب كيف يعني لما أقوم على سبيل المثال في موازنة البرامج وده فيما يتعلق في وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي أنا بقدم خدمه عملية قياسة الخدمة بشكل أساسي المنفع المترتب عليها لا يمكن قياسها بشكل سهل إذن راح تكون عملية صعبة فيما يتعلق في عملية القياس في بعض الأمور اللي بتقوم بالدولة بتقديمها على شكل الخدمات إذن هاي من نقاط الرئيسية أو من بعض العيول متعلقة بها كمان في عندي نقطة رئيسية صعوبة تطبيقها يتطلب تطبيق موازنة الأداء وجود أنظم محاسرين معقدة ومتابعة معينة حكينا بشكل أساسي إذا مراحضنا أنه أنا لازم أقوم بعملية إعداد القوائم أو إعداد موازنة البرامج الأداء بحاجة لبيانات جدا ضخمة لحتى أقوم بعدها بشكل واضح إذن عبدنا بالحالة هاي إلى أنظمة محاسبية أو برامج محاسبية معقدة لحتى أقوم بعملية إدخال البيانات وعملية معالجة إلها لحتى أقوم بإعداد موازنة البرامج الأداء لكن مع تطور التكنولوجيا حاليا طارت من الأمور جدا بسيطة وحاليا الدولة بتقوم باستخدام نظام محاسبة إلكتروني حكومي وتم تحديته وحاليا تتم تطبيقه بشكل كامل داخل أنظمة الدولة الغاية من ذلك حتى تحصل على معلومة بشكل سريع وكمان يكون عندي رقابة فعالة كمان في عندي صعوبة توفير المعلومات التفصيلية عن أنشطات الأنجزة الحكومية المختلفة لعدم وجود أنظمة دقيقة للمعلومات إديها أحيانا بتلاقي في عندي بعض الوزارات أو بعض الدوار الحكومية تستخدم لحد الآن الأنظمة اليدوية وهاي عملية تحصوها على المعلومات تكون أحيانا جدا صعبة لكن حاليا عملية الأرشفة التحول إلى التخزين السحابي على الأنظمة المحاسبية الإلكترونية الربط الإلكتروني ما بين الوزارات الدوار الحكومية من خلال شبكة ألياف ضوئية كل بوفر هذا عندي إيش؟ أساس رئيسي حتى أحصل على المعلومة بشكل سريع لكن في عنده نقطة معينة اتفاع تكلفة تطبيقها أنا أحيانا بقدر أقول بشكل أساسي أحيانا تطبيق النظام المحاسبي جديد داخل الشركة هو يترتب عليه تكلفة جدا عالي لكن المنافع المترتبة نتيجة استخدام هذا البرنامج بتكون أحيانا بتكون أعلى من التكلفة نتيجة استخدامه لأنه أنا أحصل على معلومات وبحقيق رقابة فعالة وبقدر أقوم بالتخطيط بالشكل سليم للمستقبل وضمن فترات زمنية مختلفة إذن هو يصاح تطبيق أي نظام إلكتروني داخل الدولة أو في المؤسسات بشكل عام أو الشركات رح ترتب عليه التكلفة ويترتب عليه كمان إيجاد وظائف أو إعداد كبير من الموظفين من دول الخبرة حتى يقوم بعملة إدامة هذه البرامج لكن المنفع مترتبة على فترة طويلة يعني على مدى طويل رح تكون أعلى من تكلفة استخدام هذا البرامج فما يمكن أن يكون عنده نقطة رئيسية أن اهتمام موازنة أداء وتركيزها على تحقيق الكفاءة من مشريع قصيرة الأجل لمدة سنة يجعلها تبدو كأنها عقبة أمام التخطيط طويل المدى بالعكس من جد نظري أنا لا أستطيع أن أقول أن موازنة أداء وتركيزها على تحقيق الكفاءة في مشريع قصيرة الأجل هو يساعدنا في المستقبل أن نقوم بعملة تخطيط طويل أجل بناء على نتائج قصيرة الأجل إذا أنا أقوم في عملية تطبيق بشكل قصير أجل إذا أقدر بشكل أساسي أقوم بالتخطيط طويل أجل لأنه أنا صار عندي بيانات دقيقة بشكل مناسب لحتى أقوم بالتخطيط واتخاذ الإجراءات المناسبة لفترات زمنية طويلة بالإضافة أن الأخذ بهذا الأسلوب يسمح بالرط مباشرة بينفق كل خدمة والمنتج النهائي منها ومعرفة الكفاءة الإنتاجية لمختلف المرافق الحكومية من خلال إجراء المقارنات المناسبة في هذا المجال إذن هذا فيما يتعلق في السلبيات المتعلقة في موازنة البرامج والأداء في المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نتطرق إلى نظام موازنة التخطيط والبرمجة إذن إلى هنا تنتهي محاضرتنا شكرا لكم على حسن المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة